اشتركوا في القناة القمر موجود الآن ومستقر في برج الحوت ورح ينتقل الساعة 5.51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج إلى منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يمكث في هذه المنزلة حتى الساعة 6.56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من اليوم الآخر يعني اليوم فهيك يعني أغلب اليوم رح يكون في منزلة المؤخر عند المساء مساء يعني والله غير تخربطوني أنتوا فيها هاي شغلة الأوقات اللي طلبوا أوقات المنازل بس بدي أشرحها يعني من بعد الحلقة من بعد حلقتنا الآن اللي بثها هاي بدو ينتقل يصير في منزلة المؤخر ورح يستمر فيها طول الليل وطول النهار لغاية بعد غروب الشمس ماشي ها لبعد غروب الشمس الساعة 6.56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج منتقل لمنزلة الرشا يعني أغلب اليوم رح يكون في منزلة المؤخر وصلت نشرحها عيدة طيب بالنسبة لتأثيرات القمر القمر رح يكون زي ما حكينا في برج الحوت تأثيره على الجميع رح يكون الفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا بنشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين مندمر شوي ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرام هما بينزوا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيب عن عمل نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بنقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور وقتنا للتصوير أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا النهار أول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر والشمس رح تكون فيه تمام ساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وأورانوس رح تكون فيه تمام الساعة ستة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين زحل رح تكون فيه تمام الساعة 12 و 17 دقيقة قبل العصر هذه الزاوية طبعا تنقطع فيها العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة أما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وأورانوس رح تكون فيه تمام الساعة 2 و 8 دقائق بعد العصر بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا الإدارية وتضفي جاذبية على شخصيتنا كما إنها بتعزز قوة الحدث لدينا أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية تزديث إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون فيه تمام الساعة 7 و 47 دقيقة مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا بالنسبة للقمر القمر الآن في الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم 3 و 9 رح يكون فيه تمام الساعة 2 و 33 دقيقة عصرا ورح يستمر لغاية الساعة 8 و 21 دقيقة مساء لا ينتقل بعديها للحمل طبعا أوقات خلو المسار كاملة للشهر موجودة فيه صندوق الوصف اللي هي من أول 1 و 9 لغاية آخر يوم في الشهر أما بالنسبة لعمر القمر القمر المكتمل 15 يوم فيه تمام الساعة 4 و 32 دقيقة مساء يصبح 16 يوم نسبة الإضاءة اليوم 100% لأنه زي ما حكينا أنه فيه عندنا زاوية اللي هي رح تتشكل بين القمر والشمس اللي هي زاوية التقابل هاي بتدل على اكتمال القمر أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعة الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الحوت حتى يوم 3 تسعة المزاج سعيد حتى ساعات الظهر بعدين بصير منتحس عطارد في العذراء حتى يوم 5 تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة طبعا المزاج منتحس جدا المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة المزاج ممتزج بس بميلة نحوسة بشكل كبير برضو المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد 2021 مزاجه منتحس ابنبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لليوم اليوم المش مناسب للكم لأنه القمر زي ما حكينا مبارح انتقل وصار موجود في بيت المتاعب عشان هيك بشكل نوع من أنواع الضغط النفسي أو اللعبة أو الإجهاد الأمور كلها تقريبا بتصير يعني بتمشي بصعوبة بالحدية بتزيد عندك العصبية في بعض المواقف يعني بتتوتر أو بتطلع عصبيتك مرة واحدة أو ما بتقدر تسيطر على انفعالاتك برضو في منكو رح يشعر ببعض التقلبات اللي ممكن تكون إما صحية أو نفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا أورانوس موجود وبما أنه ببيتك 12 يعني تزديس الزاوية رح تكون مع البيت الثاني فالزاوية رح تكون إيجابية وزي ما حكينا في زاوية برضو بتعزز يعني في زاوية قوية ما بين القمر وأورانوس هي إيجابية معناته البيت الثاني رح يكون إيجابي رح يكون في فرص لأمور إليها علاقة بالمال سرعة البديهة والحدث لتحصيل مالي أو المكاسب المالي أو حل وضع مالي أو الاستثمار المالي بكون عندكو بالفترة هاي إيجابي وبرضو عندكو قدرة لسيطرة على أي ضغط أو أي ظروف ضاغطة بتكون خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والحوارات والاتصالات والامتحانات وعلاقتك ما بين الإخوة والجيران ولكن بدك تحذر من فرض الرأي أو التحكم بالموجودين حواليك وحاول قدر الإمكان أنك تحد من عصبيتك شوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا اليوم تنشط في مور إليها علاقة في البيت ولكن بما أن الظهرة منتحسة جدا فهاي بتعطي شوية يعني انفعالات أو عصبية أو توترات إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة أو بأمور إلها علاقة بالأعطال المفاجئة أو ورشة عمل بتكون مزعجة أو ما بتمشي الأمور في البيت بشكل مناسب وفي البعض رح يعاني من بعض الأعطال اللي إلها علاقة في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه شوي حساسيتك عالية ردة فعلك سلبية شوي مضغوط برضو سهل جدا استفزازك خلال هذا اليوم عندك رغبة لهواية معينة أو خروجة أو تنقل أو لقاء الأحبة أو تواصل معاهم ولكن حاول أنك تبتعد عن الانتقادات اللاذعة أو يعني قدرتك على التحكم بالأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة الأمور تقريبا يعني العمل مدعوم ولكن الصحة شوي بدك تنتبه لها ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال فعشان هيك منقول لك حاول تركز على عملك بشكل جيد إنجز أعمالك وما تخليها تتراكم وراقب برضو وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة بتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج ممكن إنك تحل بعض المسائل اللي شوي فيها نوع من أنواع الخلاف أو النقاش أو سوء التفاهم ممكن شوي تطلع عصبيتك في بعض المراحل حاول إنك تضبط عصابك وتضبط انفعالاتك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى أمور الأموال المشتركة فهي بتعزز بعض النقاط القوية أو بتقارب ما بينك وبين شركاء المال أو حتى مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني ممكن تعزز نقاط مالية أو قرض أو دين أو أسهم أو بورصة أو أشياء إلها علاقة بميراث بورثة أموال ورثة أموال الزوج الزوجة هاي كلها إلها علاقة بالبيت الثامن طبعا اللي بديو يعرف تفاصيل البيت الثامن تفاصيل البيوت كلها في رابط موجود في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا له أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الحوارات والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن بعضكو يهتم لبعض المسائل العلمية أو الدراسة أو الامتحانات أهم إشي أنك تركزوا إذا كان عندكو دراسة أو امتحان أو مقابلة وما تعتمدوا على الحظوظ وزي ما حكينا إذا كان عندك قضية قضائية حاول أنك تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شوي بيت السمعة بتطلب منك نوع من أنواع الحذر وخصوصا أن الزاوية اللي رح تتشكل بين الزهرة وبين زاوية التقابل وما بين زحل اللي حددنا منها هاي شوي بتخليك تتهور في بعض المسائل أو تندفع أو يكون في عندك ردة فعل سلبية حاول أنك ما تتأخر عن دوامك ما تدخل بخلافات نقاشات ما تخال في القوانين يعني بدك تضبط أي شيء له علاقة بالسمعة عشان ما تشوه سمعتك بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى الأصدقاء والحوارات واللقاءات فممكن تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالأصدقاء أو لقاء أصدقاء أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تعارف مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا اليوم تشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة هاي الفترة بانتبئ أضعف وأقل أيام الشهر فيها حض فما تراهن على الحضوظ أبدا وما تحسم أمر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب ممكن يعني توقع أنه يكون هناك فوضى أو تغخير أو خسارة فعشان هيك تطلب منك ضبط أعصابك قدر الإمكان خلال اليوم ونصف بكرة بعدين القمر بصلى عندك بصير الأجواء إيجابية ودعمة لا إلك برج الثور طبعا بالنسبة لبرج الثور ننصحكم قبل ما نبدأ بالبرج أنه تستغلوا اليوم هذا لإنجاز كل شيء مهم لأنه ابتداء من بكرة القمر رح ينتقل لبيت المتاعب اللي هو للحمل فهذا الإشي رح يضغط عليكم خلال يومين وربع قادمات فحاولوا تستغلوا الفترة هاي لإنجاز كل شيء ضروري ومهم أما بالنسبة لليوم فنفسيتك أحسن مشحون بطاقة عالي جدا وعندك قدرة لإنجاز كثير من المهام يعني شوية نفسية أحسن من الأيام الماضية وبرضو اليوم بشجعك على إنجاز كثير من المهام اللي كانت صعبة خلال اليومين الماضيات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي شوي في بعض المسائل المالية الضاغطة أو المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات عليك اللي بتطلب منك التركيز بشكل جيد يعني ما زالت الأمور المالية ضاغطة شوي فحاول قدر الإمكان أنك تضبط يعني ميزانيتك من الدفعات للزيادة وحافظ على أموالك من التبذير أو السرقة أو الضياع أو مشاريع تكون مش مدروسي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تحذر أكثر شيء لأنه زي ما حكينا الزهرة إلا علاقة بهذا الموضوع فعشان هيك بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم حواراتكم نقاشاتكم شوي بكون ما عندك رغبة كثير للتواصل رغم أنه مكان مشجع لا إلك إلا أنه شوي بتكون هيك النفسية يعني سريعة التقلب وبرضو سريعة التحسس من مواقف معينة فعشان هيك بدك تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع أخ أو جار وبرضو مع أمور إلها علاقة بالتعليم أو الدراسة أو الامتحانات أو التنقلات يعني هذولا بدك تكون حذر فيهم لأنه هنا التأثير المباشر للزهرة في زواياها السلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة بتدعمك بتعمل توافق جيد ما بينك وبين أفراد العائلة شوي اليوم يمكن عندك رغبة للتواصل أو الاتصالات أو التقرب من أفراد العائلة صحيح الأجواء نفسيا مش مساعدة كثير ولكن عندك أنت من الداخل في صراع على هذه المسألة إيش بقول لك تواصل وإيش بقول لك لا منأجلها وواواوا إلى مالة نهاية فعشانك حاول تطلع من هذه التأثيرات في منك رح يهتم ببعض المسألة البيتية أعطال ترتيب تصليحات أو مصاريف أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي بشكل قوي بتعطيك رغبة بالتقارب أو التقرب من أحبائكم ممكن اليوم لقاء مفاجئ أو حدث مفاجئ أو شيء له علاقة بالأحبة تحديدا بيكون مفاجئ بشكل كبير وبرضو بيعمل عملية إنقاذي يعني زي سرعة بديها بتنقذك من شيء معين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل عن مستوى اتصالاتك حواراتك في ما يتعلق في العمل وبرضو على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى الشراكي وبتدعم من علاقتك بالشريك أو بالزوج وبرضو ممكن تحمل نوع من أنواع المصالحة أو الرفقة بزيارة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة ولكن بدك تحافظ على أموالك من التبذير أو السرقة أو الضياع أو مشاريع شوية تكون فاشلة يعني بدها دراسة تستشير أصحاب الاختصاص ما تتسرع في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فهو يعني شوية زحل اليوم هو اللي رح يأثر أكثر شيء في عملية تراءة يعني الزاوية اللي بده يعملها مع الزهرة بالتقابل فعشان هيك بنقول لك دير بالك يعني حاول أنه اليوم يمكن يجي خبر مزعج من خارج البلاد أو موضوع بتعلق بأشخاص أجانب أو مواضيع سفر أو مواضيع إلها علاقة بامتحان جامعة دراسة يعني أشياء إلها علاقة في البيت التاسع ولكن تحذر من بعض الأشياء المفاجئة والصادمة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة أهم إيش أنك تدوم في موعدك وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وبتكون أمورك جيدة وبتعزز من سمعتك أكثر أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتدعمك على مستوى الأصدقاء اليوم بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك للفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم إيش أنك ما تبقى وحيد وأخرج للقاء الناس أما بالنسبة لبيت متاعبك فطبعا المريخ اللي بده يتراجع واللي بشكلها الزوايا الضاغطة فعشان يكما نقول لك يعني بدك تهتم بشكل كبير بأعمالك حاول أنك تنجزها ما تخليها تتراكم حاول أنك تهتم بكل شيء مطلوب منك حاول تهتم برضو بصحتك بين التقلبات أو الأمور المفاجئة اللي بتيجي على الصحة اللي بتتطلب منك نوع من أنواع التركيز برضو بتحمل هاي نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة أو على موضوع معين بلفت انتباهك أو ممكن يخوفك من شيء معين ممكن صحة أحد الأحبة يعني برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني هي تربيع مع وجود القمر مع بيتك فعشان هيك شوي الأجواء بتكون متقلبة صحيح النفسية شوي أحسن من الأيام الماضية ولكن انه برضو في نوع من أنواع الامتحانات أو الضغوطات أو الاستفزازات وسهل جدا أنه يتخلب مزاجك خلال هذا النهار فبدك تضبط ردات الفعل عندك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا هي الأمور المالية المقلقة فممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات هدايا دعم معين ولكن شوي بدك تضبط مصريفك وحاول أنك ما تبذر مصريفك بطريقة تكون شوي استنزاف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص إقناعهم أو الترويج لسلعة معينة أو التسويق في مسألة معينة الأجواء بتدعمك بشكل قوي ولكن الأهم أنك تضبط عصابك ما في ذاعي للإنفعالات وبرضو في نفس اللحظة إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا الشمس موجودة عطارد لسه موجود فعشانك شوي برضو تربيع مع برجك هي بتسبب مشاكل وخلافات على مستوى البيت أو سوء التفاهم أو أعطال أو إنشغالات أو مسائل إلها علاقة بتراكمات بيتية أو مصاريف الزيادة إلها علاقة بالبيت أو بالصحة يعني شوي البيت مسائله فيها نوع من أنواع اللبكة أو المربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الأحبة أو تفاهم ممكن يعني يسندوك بمسألة معينة أو يكون في مساعدة معينة أهم هي أنك تحافظ على تقلبات المزاج عندك تسيطر عليها عساسا ها هي السبب الأساسي بنوع من أنواع الانفعال ممكن تحمل لك اليوم نوع من أنواع التحرك أو المقابلات أو التعاطف أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو بتعزز من علاقاتك إما مع زبائنك أو مع علاقاتك أو مع زملاء العمل ولكن إجمالا عندك قدرة لإنجاز الأعمال المطلوبة منك أهم شي صحيا راقب أعصابك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه جيدة بالتواصل أو التفاهم ما بينك وبين الشركاء صحيح أنه ممكن يتصرف وتصرف يكون شوي إثير حفيدتك أو عصبيتك ممكن تخاذلهم أو بعدهم أو عدم الاكتراث لبعض المسائل أو عدم شعورهم بمتطلباتك هذا الإشي شوي يعصبك في الفترة هاي فعشان هيك بدك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة اللي هي أموال الغير اللي شوي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك الإرباك المالي اللي إلو علاقة في تراكمات أو دفعات أو مصاريف أو أشياء إلها علاقة بمشاريع أو ديون أو قروض أو مطالبات يعني كلها هاي على حسب تخصصك بتأخذ الأو اللي بتناسبك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات مواصلات تنقلات الامتحانات الرغبة بالسفر أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص ممكن أنه بتنقلوا كثير أو بيسافروا داخليا بين المدن كثير ممكن يجيك خبر من خارج البلاد أهم شيء إذا كان عندك امتحان جامعي تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحدود يعني بدها شوي التركيز بأمور الدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى بيت السمعة جيدة برضو بتدعم من سمعتك وعلاقاتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل وبرضو بتساعد لإنجاز بعض الأشياء اللي كانت صعب أنك تهتم فيها الفترة هاي بدها شوي أنك تهتم فيها بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء وبدعمك بلقاء أو حوار أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو مساعدة صديق أو دعمك في مسألة معينة الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية رغم المريخ هو الموجود في هذا البيت إلا أنه الزوايا شوي بتضعفه بالنسبة لإلك فاليوم ممكن تنشط اجتماعيا بشكل كبير صحيح أنه مش الكل يعني موليد العشرية الثالثة هم من اللي ممكن يستاؤوا من تصرف صديق أو يكون في خلاف بينهم وبين صديق أو زعل عتب أشياء مثليك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة ودعمة بقوة وبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بإنجاز بعض الأعمال وفي منك رح يهتم بشؤون صحية بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة وممكن اليوم تبادر بإما باتصال إطمئنان على صحة أحدهم أو زيارة أحدهم أهم شيء أنك أنت تحافظ على أعمالك وتنجز أعمالك وتراقب صحتك وغذاءك تحديدا برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت التاسع لإلكموه هو بيت حليف وقوي جدا بالنسبة لإلكموه هذا بعزز أمور قوية فعشان هيك اليوم الأجواء بتكون إيجابية ودعمة لإلكم بشكل قوي فعشان هيك حاولوا أنك تتحركوا حاولوا تستغلوا اليوم هذا بشكل إيجابي بس بدون اندفاع بدون تهور بدون ما تستغل عواطفكم بشكل كبير لأن عواطفكم اليوم متقلبة وحساسيتكم عالية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة وداعمة برضو بقوة على المستوى المالي ممكن تحصلوا بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أهم شي تنتبهوا لمصاريفكم والدفعات وما تورطوا حالكم بمشاريع ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع الخسارة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواب تدعمكم على التنقلاتكم واتصالاتكم وحواراتكم وتواصلكم مع المجتمع بشكل قوي برضو قدرة الإقناع والحدث عندكم عالية جدا سرعة البديهة برضو ممتازة الاهتمام بالتنقلات بالسيارات بالإلكترونيات برضو جيدة ولكن إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك تركز بشكل جيد رغم أن الأجواء إيجابية ودعميتك إلا أنه من الحيطة أنك برضو تحذر لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى أمور البيت والعقارات والعائلة صحيح أن الأجواء ممكن تحمل بعض الخلافات أو سوء التفاهم أو الإنزعاج من تصرف معين إلا أنه تقدر تنجزها بالكامل ممكن تظهر بعض المصاريف البيتية أو العائلية أو أمور إلها علاقة بمشتريات أو أعطال منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي أن الأجواء جيدة وبتدعمك برضو بقوة خلال هذا النهار فممكن يكون لك تواصل جيد مع الأحبة أو اليوم تمارس هواية معينة أو خروج أو تغيير أو اهتمام حتى بمظهرك ولباسك يعني في نوع من أنواع الحيوية أو الطاقة الإيجابية اللي دعمل إليك خلال هذا اليوم برضو بتقدر تعزز علاقتك ما بينك وبين الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل إلا أنه ممكن يظهر عمل معين يتطلب منك اهتمام زيادة أو يكون مربك أو يتراكم عندك عمل معين فعشان هيك بدك تهتم بشكل جيد تحاول تنجز أعمالك بوقتها حاول أنك ما تهمل أي شيء مطلوب منك وبرضو الاهتمام بالتقلبات اللي بتصير على المستوى الصحي أو الوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا شوي بدك تكون منتبه من بعض النقاط اللي إلها علاقة بزحل اللي بيتراجع خلاف عن باقي الكواكب ولكن هو تحديدا لأنه اليوم بشكل زاوية حدي وهي بتعمل خلافات ونقاشات حدي ما بين الأزواج وممكن تتفاقم زي ما حذرنا أنه الزهرة العلاقات عرضة للانفصال بدون رجعة بالفترة هاي فبتكون تكونوا منتبهين من تطوير أي خلاف أو نقاش أنه يصل لمرحلة أنه ما يتسيطر على الوضع أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة بس أهم شيء ما بنصحك بالدخول بمشاريع ولا بمغامرات مالية بالفترة هاي مش مدروسة حاول أنك تستشير أهل الاختصاص ممكن تظهر بعض المسائل اللي يلحي علاقة بالقانون أو بالنفقة أو بالمحاكم المالية أو أمور مالية زي مطالبات أو حسابات بدك تحلها بمنطقية وعقلانية أما بالنسبة لبيتك التاسع طبعا الفترة هاي مناسبة لللي بيبحث عن عمل وبتنجحوا برضو باتصالات مع أشخاص بعاد أو في خارج البلد برضو أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات اللي بعيد وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهمش أنك ما ترتج العمل ما تستخف بالواجبات حاول أنك شوي هيك تركز لأن الأضواء بتكون مسلطة عليك بالفترة هاي يكون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا المريخ أكيد زي ما حذرنا أنه فترة منحذر نفس التحذيرات منرجع منحذر نفس التحذيرات ما تبالغ ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تخالف القوانين حاول أنك تضبط عصابة قدر الإمكان في مكان عملك مع زملائك رؤسائك بالعمل وبرضو إنجز عملك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى بيت الأصدقاء اليوم في نشاط عالي جدا ما بينك وبين الأصدقاء أو لقاء الأصدقاء أو تتفاجأ من اتصال أو تعاطف صديق معاك أو مبادرت لمساعدتك في مسألة معينة برضو اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعف فما في أي مشاكل يعني عندك قدرة لإنجاز أعمالك واهتمام بالواجبات المطلوبة منك وبرضو بعطيك قدرة على تحقيق بعض الأشياء اللي إلها علاقة إما بالصحة أو الاهتمام بالصحة أو بصحة أحد الأحبة أو اجتياز شيء إلو علاقة يا بالعمل يا بالصحة يا صحة أحد الأحبة برج الأسد طبعا القمر موجود الآن في البيت الثامن لإلك وهذا شوي بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك بس مش الإرباك زي الأيام الماضية يعني صحيح أنه هو بيسبب بعض الأشياء المزعجة خصوصا على المستوى المالي وهي أكثر شيء بيكون مربك الفترة هاي من مصاريف دفعات أو اهتمام بمشتريات أو أشياء لها اهتمامات مالية هي اللي بتكون مأثرة على نفسيتك أكثر شيء بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا نرجع للمصاريف صحيح أنه الشمس يعني تعطيك دفعة عطارة بعطيك دفعة على قدرة على التحصيل على الأموال أو المكاسب أو أن الاهتمامات المالية أو حل بعض المسائل المالية إلا أنه في الفترة هاي بتظهر بعض المصاريف أو الدفعات اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبرضو بتيجي مزعجة إما هاي مصاريف بتيجي بيتية أو صحية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع المجتمع عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الإقناع برضو عالية جدا الشوي ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات بالهواتف بثقافة عن هاي الأمور ممكن دراسة أو اطلاع عليها الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وحاول تضبط أعصابك ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء إيجابية وبتدعمك يعني فيه نوع من أنواع الطمأنينة على مستوى البيت ممكن تنحل بعض المسائل اللي كانت معقدة ممكن تهتم بأمور إلها علاقة إما بصيانة أو تصليح أو ترتيبات أو مشكلة عائلية بتحاول أنك تخوض فيها أو تحاول تجدلها بعض الحلول يحاول أنك تضبط مصاريف المنزلية أكثر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط لأن حساسيتك عالية بالفترة فممكن يكون فيه عندك نوع من أنواع الإضطراب على المستوى العاطفي مش قادر تتخذ قرار معين أو داخل بحيرة بسبب قرار معين أو مش عارف أنت كيف تتدبر وضع عاطفي عندك بالفترة في منك ورح يمارس هواية معينة أو رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بأحد الأحبة أو الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى العمل ولكن دير بالك أنك تهمل أعمالك أو تخلي الأعمال تتراكم يعني بدها نوع من أنواع الاهتمام أو الانتباه بشكل أوفى أو أوضح برضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى بيت الشراكة وبرضو بعزز بعض النقاط القوية اللي إلها علاقة بتعاملك ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم أهم شيء أن تضبطوا عصابك أثناء التعامل عشان ما تكبر الفجوة ويصير خلاف حاد جدا ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أمركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقطة إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تتعالج أمور مالية أو إرثية أو نفقة أو تنشغل بتخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك ما تتدمر من كثرة الأعباء أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا المريخ عشان هيك بيجيب لك بعض الأخبار اللي شوي مزعجة إلها علاقة بأشخاص إما خارج البلاد أو خبر بيجيب من الخارج مزعج أو بتدخل بحوار أو نقاش مع أشخاص من خارج البلاد أو أجانب أو مؤسسة بتكون دولية ممكن يصير خلاف عليها ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمحاكم أو القضايا تكون مربكة برضو بتطلب منك تركيز عالي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدأت تركز بشكل جيد وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمع نقدر نحكي جيد اليوم تقدر تدافع وتعزز سمعتك بشكل قوي وبرضو تعطيك نوع من أنواع الاهتمام على مستوى العمل زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل من هذا ممكن يكون في لفت انتباه على مسألة معينة بتتعلق في هاي الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء بتنشط بالحركة والاتصالات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تبادر بزيارة صديق أو الاتمئنان عليه يعني في نوع من أنواع الحركة على هذا المستوى أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهرة زي ما حكينا هي الضغطة هي اللي بتجيب الأوهام أو بتجيب الوسواس في بعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالعمل أو إلها علاقة بالصحة فبدك تنتبه من هاي المسألتين ممكن تحمل برضو قلق على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بالنسبة للعذراء معروف القمر موجود ببيتك السابع بمقابلك تماما وهذا الإشي شوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك بالفترة هاي يعني بعزز من نقاط إلى علاقة بالشراكة ولكن بضعف من طاقك عشان هيك الطاقة عندك متقلبة شوي مضغوط أو متحسس من موقف معين أو مستاء من موقف معين أو ممكن يطلب منك شوي هيك تركيز عشان تحل بعض الأمور أهمش أنك تضبط إنفعلاتك وتوتراتك بالفترة هاي لأنه شوي الأمور حدي ووصلة لحد مش سهل أنك تتعامل معا بحدية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن اليوم يعني تدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأمور المالية ممكن تهتم ببعض المكاسب أو حل وضع مالي معين أو تهتم بدفعات أو أشياء إلها علاقة بمكاسب تيجي من عمل إضافي أو حقوق لا إلك ممكن يتوجه لك دعم أو هدية أو شيء مكافأة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل وقدرة على الإقناع والتسويق ولكن أهم شيء تضبط عصبيتك وإحذر من الكلام اللاذع والجارح وحاول إنه إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة تستعد بشكل جيد وأثناء تعاملك مع الإخوة الجيران تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع التوتر عشان هيك هي أهم شيء اللي بتسبب لك نوع من أنواع القلق ممكن تظهر مسألة عائلية أو متطلبات أو مشتريات أو التزامات أو مصاريف أو أمور إلها علاقة بخلاف أو نقاش بموضوع عائلي شوي خليك تتوتر الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة إما للبيت أو لصحة أحد أفراد العائلة أو اهتمامات في مشتريات معينة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي طبعا حادة جدا ديروا بالكو اليوم يعني ما في داعي لأي مجازف عاطفي ما بينكو بين الأحبة لأنه ممكن أي خلاف أو نقاش يصل لحد الفراق القطعي ما بينكو بدون رجعة فعشان هيك بتكونوا حذرين أثناء تعاملكم مع الأحبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء بتدعمك على مستوى العمل وبرضو بتعزز بعض النقاط القوية اللي إلها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال حتى ولو كانت كثيري أهمش أنك ما تهملها وما تدخل بأي خلافات إلها علاقة بالعمل أو مع معاونيك في العمل برضو راقب وضعك الصحي لأنه طاقتك ضعيفة فعشان هيك ممكن تصير بعض التقلبات الصحية أو الأمور اللي إلها علاقة بتراجعات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شركاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والتعاطف والعاطفة هاي الفترة صعبة لأن الطاقة زي ما حكينا ضعيفة فعشان هيك ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائة الجو والنفور والخلافات والتوتر لأنه هاي الفترة ممكن تصل لمرحلة الفراق في العلاقات اللي فيها مشاكل تكونوا حاذرين حاذر من المشاكل على أنواعها تعتبر من أصعب أيام الشهر أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء إلها علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبنوك ضريبة تأمين معاملات تخليص معاملات أوراق شوي ممكن تطلب منك بعض الاهتمام ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة مثلا بأموال الشراكة أو تعويض نفقات حاولوا تخففهم نفقاتك وقدر الإمكان يعني برضو هاي شوي ممكن تمارس جميع صلاحياتك بنجاح ولكن ما تهدد أمنك وأمور قانونية إلها علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اليوم برضو في نوع من أنواع النشاط على مستوى أمور إلها علاقة بالدراسة أو بالامتحانات أو بأمور إلها علاقة بأشخاص أجانب أو مقيمين خارج البلاد ممكن يجيك خبر مش جيد من خارج البلاد يوترك ممكن أنه اليوم يصير لك تعامل مع أحد الأشخاص إلا هو يا أما أجنبي يا أما مقيم في دولة أخرى ممكن رغبة إلى أوراق أو معاملات تتعلق في مساء السفر أو أمور إلها علاقة بالدراسة عشان إذا كان عندك امتحان أو مقابلة حاول قدر الإمكان إنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا هنا بدكوا تنتبهوا لسمعتكم حاولوا ما تدخلوا بخلافات أو نقاشات حدي على مستوى العمل أو مع زملائكم بالعمل أو رؤساكم حاول تنجز أعمالك بشكل كامل واضح تكون الأجواء يعني تقريبا فيها امتحان يا إما برفعك يا إما بسبب لك مشاكل كثيرة أما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى بيت الأصدقاء بدك تدير بالك من حساسية المواقف اللي شوي ممكن تمتحن جاهزيتك ممكن تعرضك لبعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات اللي تكون سلبية فعشان هيك بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع الأصدقاء الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع الأمور اللي ها علاقة في البيت المتاعب اللي شوي ما زال ضغط موجود عند بعض موليد العذراء وخصوصا العشرية الثالثة هذولا بدهم يهتموا ببعض الثانية والثالثة نص الثانية والثالثة هذولا بدهم يهتموا بصحتهم أعمالهم إنجاز أعمالهم برضو مسائل إلها علاقة لبعض الأمور اللي بتتعلق في الأمور الصحية اللي بتتعلق فيكم أو في أحد الأحبة مرج الميزان طبعا القمر موجود في البيت السادس الآن هو مش بيت حليف أو مش برج حليف عشان هيك شوي بيسبب لك نوع من أنواع التوترات والتقلبات بالمزاج أو الحدية بالمزاج في بعض المواقف حاول أنك تضبط عصابك من التقلبات برضو تنساش أنه لسه الكواكب موجودة في بيت المتاعب ضغطة عليك ووجود القمر اليوم في البيت السادس برضو بيسبب لك بعض المفاجآت فعشان هيك حاول أنك تتهيئ أهم شيء أنك تركز على عملك وإنجاز أعمالك وتراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن اليوم يعني تحقق بعض المكاسب المالية اللي عادة تمتيجي من عمل إضافي مسترداتي بعد دعم معين ممكن أنك اليوم تحصل على مبالغ مالية يعني كان صعب أنك تحصل عليها بالفترة الماضية أو تحل مشكلة مالية أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيشجعك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل ولكن يحذر من عصبيتك أو حدي الطباعك ممكن تنجح بتسويق لعمل معين أو لا إقناع شخص بمسالة معينة ولكن الأهم زي ما حكينا إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة حاول أنك أنت تدرس وتستعد بشكل جيد أثناء تنقلاتك أو حواراتك برضو نفس الشيء يعني بدك تكون حذر من ردات الفعل وأثناء تعاملك مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع الحدية والتوتر ممكن تظهر مسألة شوي يكون فيها نوع من أنواع الاضطراب عائلية أو بيتية ممكن خلاف أو نقاش أو يعني مصالحة أحد أفراد العائلة هاي بتطلب منك جهد أو أمور إلها علاقة بمشاكل زي أعطال أو مشتريات بيتي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتدعمك على المستوى العاطفي شيئا ما يعني مش بقوة كاملة لا بالعكس حساسيتك يمكن تكون عالية شوي أو إلك ردات فعل سلبية في بعض الأوقات حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية أثناء تعاملك مع الأحبة حاول ما تكبر الخلاف أو الصدام أما بينك لأن الفترة هاي زي ما حكينا فيها نوع من أنواع الخوف على المسائل العاطفية وخصوصا اللي فيها ضاعف أو اللي فيها مشاكل أما بالنسبة إلى البيت السادس فطبعا زي ما حكينا القمر موجود فيها فاليوم ببدأ العمل بالتراكم لديكم حاول فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم فترة مناسبة لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وأطلب أو طالب بمساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا واهتم بسلامتك الجسدية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي طبعا المريخ موجود وهو اللي بسبب التقلبات بالمزاج ما بينك وبين الزوج أو الزوجة أو شركاء المال واللي شوي بتكون حادة في بعض الأوقات أو بتكون مزعجة فما تتوتر هي مسألة يعني بتطلب منك الحكمة أو المداراة أو حتى إنك تمشيها بشكل اعتيادي هيك اهملها بالحالها بتتصلح بعد فترة بس عبين ما تنتهي اللي هي الكركبة هاي اللي عاملها المريخ أما بالنسبة للبيت الثامن فاحذروا من مسائل لله علاقة بالأمور أو الأموال المشتركة أو القضايا المالية أو أمور إلها علاقة بالمعاملات والمشاريع حاول أنك ما تدخل بأي مغامرات بالفترة هي يعني حاول أنك المغامرات المالية أو المشاريع هي تراجعها وتدرسها وتدقق في تفاصيلها عشان ما تتسجل عليك نقاط سلبية وإذا عليك التزامات حاول ما يعني تطنشها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل تعليمية أو جامعية ممكن تهتم ببعض المسائل إلها علاقة بمقابلة أو نقاش أو حوار خلال هذا اليوم الأفضل أنك تكون مستعد بشكل جيد وانتبه أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو شوي هنا بدك تنتبه من استغلال بعض الأشخاص لإلك اللي ممكن يستغلوك ويشوهوا سمعتك أو يتصيدو لك مواقف أو أسرار معينة فيحاولوا أنهم يفضحوك أو يطلعوا هذا الكلام بدك تكون حذر برضو حذر بمعاملاتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل ما تخلي حد يمسك عليك ما إشي أنك غلطت بعمل معين وما تهدد سمعتك أما بالنسبة للبيت 11 فاليوم ممكن تنشط ببعض المواقف أو بعض العلاقات الاجتماعية كزيارات أو لقاء الأحبة أو الأصدقاء أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين الأهم برضو اللي هو بيتك 12 اللي ما زال الشمس وعطارد موجودات في بيت المتاعب هدولة شوي بيضغطوا عليك بشكل سلبي اللي بيعركس أمور أو بخيل الأمور ما تمشي بالشكل الصحيح بتكشف لك وجوه ناس بتخذوا لك بالفترة يعني صارنا عايدينها كثير الفترة الماضية نفس البيت 12 نفس التأثيرات عشان هيك بتكونوا حذرين من هاي التطورات وتراقبوا برضو صحتكم وعملكم وما تهملوا فيهم برج العقرب طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا للكم يعني حاولوا تستغلوا هاي الفترة بكل طاقتكم تستغلوها بكل الأشياء اللي كان صعب إنها تمشي بالفترة الماضية واللي بتطلب منكم جهد أو رقابة أو يعني اهتمامات عالية اليوم أو الفترة هاي ممتازة جدا بتساعدكم على إنجاز كثير من المهام وبرضو في نفس اللحظة بتعزز من نفسيتكم تعطيكم قدرة على الاهتمام الشخصي بأنفسكم زي تجميل أو أمور لها علاقة بلباس معين أو الاهتمام بالصحة أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء بتفتح بعض الفرص اللي لها علاقة بالمكاسب المالية أو المستردات أو الهبات أو نوع من أنواع الدعم يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي أهم شي تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا البيت الثالث هنا بدك تكون حذر من ردات الفعل السلبية والعصبية والنقاشات والحوارات وإذا كان عندك تنقل بالسيارة بدك تكون حذر خوفا من الحوادث برضو أثناء إذا عندك امتحان أو مقابلة برضو نفس الإشي بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض تدرس وتستعد وعما أثناء تعاملك وعلاقاتك مع الإخوة أو الجيران اضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة برضو اليوم عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام أو المسائل البيتية أو العائلية أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأفراد العائلة ممكن تهتم بنشاط عائلة أو تصليحات أو ترميمات أو مسائل بيتية شوي يعني تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لكن عندك قدرة على إتمامها وإنجازها أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا اليوم تجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي ببعث البهجة والإنشراح ووسعكم ممارسة نشاط فني بدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلك حضر بشكل جيد عملك وما ترتجل ممكن تطلق مشاريع جديدة أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة ابتسم الحض لجانبك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا هنا بدك تنتبه للعمل يعني ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو عمل صعب أو أمور إلها علاقة بعمل جديد يكون مربك أو إشي إلو علاقة بمكان العمل يعني خلاف مع زملاء رئيسك بالعمل نقاش حوار معاملة بتتعطل أشياء زي هيك بتطلب منك الاهتمام وبرضو على المستوى الصحي بدك يتراقب صحتك من بعض التقلبات لأنه المريخ موجود طالما هو موجود معناته فيه تهديدات لا أمور إلها علاقة بالعمل والصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدك تنتبهوا على شراكاتكم صحيح الأجواء جيدة عنده أورانوس اليوم يعني ممكن تتراجعوا خطوة أو تعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أو الزوج أو مصالحة أو ممكن هيك تودد أو مرافقة لمشوار مشترك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة وهي بتسبب نوع من أنواع الحدية فأهم مش أنك ما تجازف بالأموال المشتركة ما تغامر ما تدخل بأشياء شوي صعبة أو مشبوهة حاول قدر الإمكان ترتب مسائل مالية بشكل عقلاني وخصوصا هاي أموال الغير القضايا القضائية المالية أو البنوك ضريبة تأمين قروض ميراث نفقة هاي كلها بدك تركز عليها بشكل جيد الفترة هاي بتحمل مصاريف مربكة إلا علاقة بالبيت إلا علاقة بالصحة إلا علاقة بالأزواج يعني شوي بدك تكون منتبه أما بالنسبة للبيت التاسع فهو أكثر شيء ضاغط بدك تحذر من بعض الأشخاص خارج البلاد أو الأجانب أو بمؤسسة تعليمية أو جامعة أو هذا بحاولوا يستعطفوك يعني أي وحد من هدول ممكن ينتج عنها شخص يستعطفك أو يستغلك أو يستغل عواطفك أو يستدرجك بنوع من أنواع النصب فيحاول أنه هو إما أنه يستغلك أو أنه يضحك عليك فبدك تنتبه من هاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة بتدعمك ما فيه أي مشاكل برضو مسائل العمل بتظهر مرة ثانية بدك تركز عليها بشكل جيد ما تهملها وبرضو بدك تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بأشياء بتتعلق بعمل أو مهمة ممكن يا إما ترفعك ودعطيك منصب يا إما أنها تسبب لك مشكلة في مكان عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الأصدقاء بتنشطوا ما بين الأصدقاء ولقاهم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء شوي هيك تحس في عندك طاقة عالية أو ممكن يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فخالي من الكواكب عشان هيك منقول لك حاول أنك تهتم بعملك إنجز أعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم لأنه هاي نقطة ضاعف البيت 12 وبرضو على المستوى الصحي بدك تراقب صحتك من بعض التطورات حاول إذا شعرت بشيء غير اعتياد تراجع طبيبك راقب غذائك راقب راحتك وبرضو ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الرابع لا إلك يعني تربيع معاك وهو ضاغط عليك فعشان هيك شوي بخلي فيه نوع من أنواع الحدية أو تقلب بالمزاج أو التسرع ببعض القرارات شوي بخلي الخيال عندك خاص بالزيادة فعشان هيك احذر من خيالك لأنه ممكن يدخلك بمتاهات ومشاكل أنت بغنى عنها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني هنا بتحكي على المصاريف والدفعات والضيق المالي أو يعني بعض الاضطرابات المالية أو المطالبات المالية أو الصعوبة في التحصيل على مكاسب مالية في منكو رح يحص المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أو من أشياء لها علاقة من الحقوق ولكن عندك مصاريف مقابلها بتساويها أو بتزيد عنها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه شوي بتساعدك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات تدعمك شوي يعني ممكن أنك أنت تنشط ببعض الاتصالات أو بالتنقلات أو بالحوارات نقاشات شوي مخك مشتت هيك فبيخلق لك بعض المصاعب أو العصبية أو الحدية في بعض الأوقات حاول إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد وما في داعي تتعب أعصابك زيادة ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فزي ما حكينا القمر موجود فيه اليوم بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش أنك تلطف من الأجواء تفادي للأزمات أو للحدية أو للمشاكل ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك القمر على تكرار المحاولة بترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير إذا كنت أنت مستعد لهاي الأمور وبتعرف كيف تستغلها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي هنا بدنا نحذركم من صدامات وخلافات ونقاشات مع الأحبة أو توتر العلاقات وخصوصا موليد العشرية الثالثة هدول أكثر ناس بدهم يكونوا منتبهين يعني أنه شوي الأجواء حادة فبتسبب بعض الأشياء اللي ممكن تنتهي علاقة عاطفية بشكل مفاجئ جدا وبرضو بتشكل أزمة اللي هي نوع من أنواع ردات الفعل زي الانتقام زي الحروب زي الصاع صاعين وهاي الأمور فحاولوا تضبطوا عصابكم لأنه المريخ بشجع على هاي الأمور فممكن هاي الأمور تتسجل ضدك انتبه أثناء تعاملك مع أحد الإخوة أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل الجيدة يعني بتدعمك اليوم في مسائل إلها علاقة بالعمل أو مقابلة أو بتعزز ثقتك في مكان العمل وبتعطيك قدرة على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أهم إشانك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للوضع الصحي فبصير نوع من أنواع التقلبات اليوم ما في تقلبات وإرانوس عامل زاوية إيجابية وهي بتدعم النقطة هاي فعشان هيك يقل من موليد برج القوس اللي ممكن يشعروا ببعض التوعوكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراك بنقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتحمل نوع من أنواع المصالحة أو التلاقي على نقطة معينة ما بينك وبين الشريك إذا ما أثرت خلاف ما بينكم أو نقاش حد يعني بيحمل نوع من أنواع التفاهم ولكن ديروا بالكوه أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الزهرة هي صعبة تحديدا يعني بتشكل زوايا صعبة ولكن بالنسبة لإلك أخف صعوبة ضغطها رح يجي على الأموال المشتركة أو أموال الغير أو استياء من شخص معين ممكن طلبت منه دعم أو مساعدة أو قرض ممكن يخذلك في الفترة هاي أو تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمصاريف اللي ممكن تكون مربكة شوي حاول ما تجازف بأموالك أو تغامر لأنه الأجواء مش لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يجيك خبر من أحد الأشخاص خارج البلاد أو أجنبي أو مقيم في دولة ثانية أو أشخاص تنضغط في مسائل إلها علاقة بالامتحانات أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز بشكل جيد وتنتبه أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وهو بساعدك على عمل جديد أو تقديم طلبات عمل أو إيشي له علاقة بالسمعة برضو بتعزز من سمعتك وأمور إلها علاقة بعلاقاتك مع زملائك أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهونا بدك تنتبه من أمور الصداقة من الحدية أو الإزعاج أو الإنزعاج أو توتر علاقة ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة لكن دير بالك من الانتقادات أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا ما فيه أي مشاكل في بيت المتاعف عشان هيك بتقدر تنجز عملك أو تنجز أعمالك بالفترة هاي أو تهتم ببعض المسائل الصحية بشكل جيد الأهم إنك تنجز الأعمال زي ما حكينا بوقتها وبرضو اهتم بصحتك يعني هذول النقطين مهم تنهتم بصحتك أو صحة أحد الأحبة برج الجدي طبعا القمر في مكان حليف وقوي جدا بالنسبة لإلك فعشان الفترة هاي بتعطيك طاقة وبتعطيك رغبة للتحرك والتنقلات والاتصالات برضو الحوارات وعندك نشاط عالي جدا وطاقة عالي جدا أهم إنك تستغلها بما يناسبك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا يعني جيد شيئا ما ممكن تحصل بعض المكاسب أو بعض الهبات مساعدات دعم معين الأهم إنك تركز على مصاريفك يعني حاول إنك تركز على المصاريف لأنه ممكن يكون عندك رغبة أكثر بصرف الفلوس بالمكان الغير مناسب فحاول تقلل من المصاريف الغير لازمة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم عمل مهم بالفت النظر والإعجاب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء يعني شوي على مستوى البيت فيها نوع من أنواع التوتر أو التقلبات حاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك ما تنفعل ما تتهور يعني ممكن شوي تكون الأجواء مربكة أو يظهر مسألة مربكة شوي عائلية صحيح أنه الأجواء برضو بتحمل أشياء ممكن تكون سعيدة العلاقة بالعيلة زي لم شم العيلة مثلا أو أشخاص مسافرين يرجعوا لأرض الوطن أو أشياء العلاقة بفرحة بهاي الأمور ولكن أهم شيء ضبط العصاب إن ظهرت بعض الخلافات أو النقاشات أو الأعطال أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع الإيجابية عندك قدرة اليوم لتعزيز علاقاتك أو التواصل مع الأحبة أو التلاقي معهم أو التقارب مع بعض الأحبة ممكن اليوم حتى تمارس هواية بتخصك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل وعلاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن يظهر بعض الأعمال المربكة ولكن عندك قدرة على حلها أو تنظيمها بشكل جيد وهي لعبتك طبعا التنظيم والحسابات والإدارة والشغلات هاي هذا تخصصك فعندك قدرة على أنك أنت تستغلها بشكل جيد والأهم أنه تراقب بس بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تيجي هيك بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتكونوا حذرين على أمور الشراكة لأن الفترة هاي بتهدد علاقات الشراكة أو ما بين الأزواج لقطيع دون رجعة فأي خلاف أو نقاش ما بينك وبين أزواجك بتكونوا حذرين تماما ما تخلوا الأمور تتفاقم وتكبر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء يعني فيها بعض الاهتمامات بالأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب أو بعض الأمور المالية أو الحقوق اللي لا إلك وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين ميراث مثلا أو الأمور الغيبيات تهتم فيها أو القضايا المالية الأهم إذا كان في بعض القضايا المالية ضدك تلتزم فيها بحذافيرها وتدفع دفعتك بوقتها على أساس أنه ما تكون نقطة ضعف لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وقوية وداعمة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والسفر والتنقلات وحتى على مستوى التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو الدراسة الجامعية أو حتى أمور الهلاقة بالقضايا القضائية والأوراق القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وعلى مستوى علاقتك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبتعزز من سمعتك بشكل قوي بالنسبة لبيتك 11 برضو الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء وهي بتقارب ما بينك وبين الأصدقاء بشكل قوي فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أو تهتم بمسألة اجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا بيت المتاعب هنا من قلك يعني شوي بدك تكون حذر يعني راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اهتم بأعمالك ما تهملها ما تحاول تحمل عملين أو ثلاثين مع بعض انجز العمل بعدين روح على الثاني وبرضو اهتم بغذائك وراحتك وممكن تحمل هاي الفترة نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أو مصاريف مربكة لها علاقة إما استشفائية أو بيتية برج الدلو طبعا اليوم القمر في البيت الثاني وهذا بعزز بعض النقاط المالية عندك وبجيب لك بعض المكاسب أو بتجيب لك بعض الأرباح نفسية شوي بتبلش تأخذ نفسك ترتاح من بعض المسائل اللي كانت عبئ عليك بالفترة الماضية صحيح الأجواء كانت متوترة ولكن اليوم في نوع من أنواع الراحة اللي بتلمسها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فزي ما حكينا الفترة هاي إيجابية ودعمة فعشان هيك ممكن تحصلوا مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ابحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضعك المالي ممكن اليوم هيك تحسن وضع مالي ما بتستعيد الثقة بنفسك لكن بدك تحذر من المبالغة في المصاريف والعطاءات ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص يعني وقدرتك على الإقناع عالي جدا ولكن ذك تضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن شوي تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحانات أو دراسة أو تنقلات أهم شيء أنك برضو تراقب انفعالاتك وتراقب عصبيتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتعزز بعض النقاط القوية اللي إلها علاقة بالعيلة أو بالبيت أو اهتمامات عائلية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي شوي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام زي تنقلات اتصالات أشياء لها علاقة بزيارات عائلية يعني شوي هاي بتتطلب منك من نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وبتقارب ما بينك وبين الأحبة بشكل جيد جدا الأهم أنك أنت تضبط عصابك زي ما حكينا وحاول أنك تتعامل بشكل منطقي وعقلاني بالفترة هاي ممكن نتمارس هواية معينة أو تقارب ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا ضاغطة جدا ما تخلي حد يستغلك أو يستعطفك أو ينصب عليك أو يوهمك بمشروع معين فتجازف وتغامر وبعدين تكون الأمور مش لصالحك أو ضدك عشان هيك بدك تركز بشكل جيد حاول أنك تنجز أمورك وأعمالك بشكل جيد وما تخلي حد يستغلك صحيا راقب تطورات اللي بتصير على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتدعمك بشكل قوي على مستوى الشراكة وعلى مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وعلى مستوى التلاقي ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الأزواج تحديدا بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء بدعمة بشكل قوي على مستوى أمور إلها علاقة بالقضايا المالية أو بالأموال المشتركة أو المحاكم أو محاكم طبعا مالية برضو أو مشاريع معينة أهم شيء يقول زي ما حكينا ما تجازف بشكل مبالغ فيه وبرضو أي مشروع بتطلب استشارة حاول تستشير قبل ما تقدم عليه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة ودعمة على مستوى أمور إلها علاقة بالقضايا إلها علاقة بالسفر إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد إلها علاقة بالجامعات بالقضايا القضائية الأوراق القانونية كلها هاي بتدعمك بشكل قوي بالفترة هاي فعشان هيك حاول تستغلها بشكل إيجابي اللي تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء برضو جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فبتعزز من سمعتك وإنجازك لبعض الأعمال الضرورية والمهمة وأعلاقتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل أهمش إنك ما تتأخر عن دوامك ما تتغيب ما تهمل عملك وبرضو خلي في نوع من أنواع التواصل بالناء ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم راح تنشط بمسائل إلها علاقة بالأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو لمة معينة أو حتى مجموعة هيكي تيجي لزيارتك أو يصير عندك مناسبة فيتجمعوا حواليك بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الجدي وبيت متاعب فعشان هيكي بدك تحذر من تراكم بعض الأعمال ما تهمل أعمالك وبرضو راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول إنك تهتم بغذائك براحتك وبرضو حاول إنك تنتبه إنه ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة بالفترة هاي برج الحوت طبعا القمر موجود عندك اليوم استقر تماما اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك من الجديد وبتتحمس للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتك يعني فترة تعطيك هاي بداية لفترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورش جديدة تعتبر هاي من الفترات الأفضل خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا هنا المريخ اللي بيدفعك على المصريف وعلى الالتزامات أو بيخلي دائما الالتزامات أكثر من الداخل عليك ماليا فعشان هيك شوي هاي بتضغط عليك ماليا حاول تراقب مصريفك ودفعاتك ما تبذر أموالك وبرضو ما تغامر بمشاريع أو مشتريات أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات والزيارات والرحلات وأمور إلها علاقة برضو بالدراسة والامتحانات والمدارس والطلاب وحث الأبناء على الدراسة وتواصل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت شوي الأمور خالية يعني ما فيه تأثيرات قوية ولكن أحذر من بعض الأعطال أو من بعض المصاريف أو المشاكل العائلية اللي ممكن شوي توترك بالفترة هاي برغم أن الأجواء ما فيها تأثيرات كواكب يعني الأجواء خالية من تأثيرات ولكن ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي تكون مربكة الأجواء لسه ما أخذت الطاقة الكاملة على مستوى البيت وحاول برضو ما تتوسوس أما بالنسبة للبيت الخامس هنا بتكو تحذروا أثناء تعاملكم مع الأحبة لأنه زي ما حكينا الزهرة وزاويتها التقابل مع زحل يعني العلاقات العاطفية الضعيفة أو المشاحنات العاطفية عرضة للانفصال أو للمشاكل الكبيرة وهنا انفصال بدون رجعة يعني فعشان هيك بتكونوا حاذرين ما تفاقموا الأمور وما تكبروها عن مستوى الأحبة وفي نفس اللحظة انتبهوا لا أبناءكم ولا الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ما فيها أي مشاكل يعني الأجواء على مستوى العمل تقريبا إيجابية ممكن تظهر بعض الالتباسات أو تراكم بعض الأعمال أهم إنك تهتم فيها بشكل جيد تنجزها ما تحمل أكثر من عمل مع بعض وبرضو راقب وضعك الصحي ما في أي قلق على الوضع الصحي ولكن بده بعض المتابعة أو المراقبة لأن الطاقة لسه ما انشحنت بالكامل يعني تواجد القمر في بيتك الأول لا يعني بأنه انت شحنت طاقتك بشكل كبير على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني هنا القمر الشمس موجود وعطارد مقابلك هاي بتضعف طاقتك فشفتوا ليش حكينا البيت السادس يعني ما بيبع فيك من الموضوع الصحي لأنه طاقتك ضعيفة فعشان هيك عرضة للتقلبات الصحية بالفترة هاي صحيح إنه في طاقة كبيرة لتعزيز الشراكة أو تعاملك ما بينك وبين الشريك اللي هو الزوج أو الزوجة أهم إشي إنك تحضر النقاشات والخلافات الكبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه في بعض الاهتمامات على مسائل إلها علاقة بالمال أو الأموال المشتركة ولكن بدك تنتبه ما تغامر وما تجازف بمشاريع واهية أو وهمية أو مشاريع شوي ما تكون مش مدروسة فتورط حالك بأشياء وتصير نوع من أنواع الخسارة فبدك تراقب أي مشروع أي فكرة مالية تراقبها بشكل جيد إذا كان في بعض المحاكم اللي بتتطلب بالاهتمام على المستوى المالي يعني زي نفقة ميراث بدك تهتم فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى الدراسة الجامعية أو المقابلات أو التنقلات البعيدة أو حتى السفر يعني فيه فرص بتعزز بعض النقاط هاي حاول إنك تستغلها بس إذا على مستوى امتحان حاول إنك تدرس وتستعد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمع الأجواء جيدة وبتدعمك على سمعتك أو تعزيز أو الدفاع عن سمعتك وبرضو علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بتكون جيدة وعندك قدرة على السيطرة على هاي الأمور وحتى للتحاور والنقاشات أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا برضو بدك تنتبه من بعض الأصدقاء المضللين اللي ممكن يضللوك أو يوهموك بأشياء معينة ففي النهاية تطلع الأشياء سلبية وتيجي مش لصالحك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية الفترة هاي حساسة يعني بتتطلب منك الاهتمام بأمور إلها علاقة بلقاءات أو اتصالات أو أشياء إلها علاقة بدعوة معينة إلى أهم إنك ما تجهد حالك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء على مستوى بيت المتاعب جيدة ما في أي شيء عشان هيك تعطيك قدرة على إنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو اهتماماتك بصحتك بتكون أحسن أهمش إنك تراقب غدائك إذا شعرت بشيء غير إعطيادي حاول تراجع طبيبك إذا بتأخذ أدوية لأمراض مزمنة حاول إنك تأخذها بوقتها ما تهملها أو ما تخربط فيها وبرضو ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه